اهلا 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 بحضراتكم طبعا من خبير التشريعات الاقتصادية الكبير والبارز ايضا دكتور فرج عبدالله الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريعي منورنا يا دكتور فرج اهلا وسلم دايما انتجلنا كده في الحاجات الحلوة بالمناسبة طيب هدأ الاول مع يا رب تبصاب اليمين دكتور وليد النهاردة القرار بتاعت البنك المركزي كانت واضحة وضوح الشمس من صبت من صباحية ربنا وهناك الملايين يفرحون ويتهللون بهذا القرار اول سؤال اللي هو السؤال البديهي ليه الناس مبسوطة بالقرار ده يعني هو القرار حل ازمة لان السوق تجاوز مرحلة سعر الدولار الرسمي السوق سبقه خلاص يعني احنا النهاردة لما بتتكلم في السوق بتلاقي السيارات مقدرة بسعر دولار الدهب مقدر بسعر دولار معين كتعة الغيار مقدرة بسعر دولار معين الخدمات بيتم تقديرها بسعر دولار معين فلما السوق يسبق فانت بتبقى محتاج اجراء تصحيحي لان السعر اللي موجود فيه البنوك لم يعد سعرا حقيقي ده من جانب من جانب اخر ان حتى المستوردين سواء للسلع او المستلزمات الانتاج اللي بيقدروا يحصلوا على الدولار من البنك بالسعر الرسمي بيتأخر تدبيره على ما بيحصلوا عليه فبيترتب على ذلك ان البضائع بتتراكم في المواني تراكم البضائع في المواني ده معناها تكلفة على المستورد يبقى النهاردة اللي هو وفره في انه يحصل عليه في السعر الرسمي بيلاقيه بيدفع رسوم في المواني ارضية طبع ارضية فالنهاردة الرجل الاعمال بالنسبة له لما بتدبر له السعر في البنك بتريحه من انه بيلجأ الى السوداء في نفس الوقت حصوله عليه بصورة دورية هيترتب عليه تخفيط فيه نفقات مش هيكون فيه بقى تخزين في المواني خلاص القضية دي هتنتهي الدخول هيبقى سريع فهيوفر عليه في التكلفة هيقدر يحسب التكلفة الحقيقية يعني يكفي ان احنا النهاردة لما نتعامل مع السوق هنعرف سعر يتم حساب السعر عليه يعني فكر بعيدا عن جاشع التجار انا ببقى مشفق على التاجر اللي مش عارف يقيم سعر سلعته اذا كان مش عارف يقيم فعلا يعني للأسف انه فيه نسبة لا بأس بها هي عارفة قيم بس هو بياخد القرار بتاع يعني اهبش ما استطيعها بشو هو صعب في ظل اللي كان بيحصل من الارتباك وتوقعات لمزيد من الارتفاعات وهو مش عارف لما يبقى البضاعة دي بسعر معين لما هيشتريها بأي سعر في وسط هذه اللخبطة السوق حصل فيه تشوه وتشوه كبير جدا بس يا سيد يوسف انا عايز اركز على حاجة معينة فضل ان القرار ده قرار لم يكن الاجراء الاول علشان نوصل لمرحلة تحرير سعر الصرف كان لابد من ان يكون هناك اجراءات تمهيدية كنا بانتباعها كاكتصاديين لان القضية مش انك تحرر القضية انك تستطيع وتمتلك القدر على التحرير طبع الامور بدأت من السياسة المالية وده من خلال حزمة مساندة تم تقريرها هتصل الى المواطنين في شهر ثلاثة بزيادة الرواتب وزيادة المعاشات ورفع الحد الادنى للاجور علشان تساعد الناس في تبعات قرار تحرير الصرف ده من جانب الجانب الاخر كان هناك قرار من وزارة المالية بوقف البدء في مشروعات جديدة وخفض الانفاق الاستثماري في الموازنة العامة الى بنسبة 15% كان هناك قرار من الحكومة بتشجيع القطاع الخاص على مزيد من النشاط من خلال إلغاء المزايا الضريبية للنشاط الاقتصادي الحكوم كان هناك يعني بالتالي فهناك سياسة مالية من وزارة المالية حزمة من القرار بتمهد لهذا القرار بينما البنك المركزي ابتدى يشتغل من خلال القرار اللي رفع سعر الفايدة ودخل القرار مهم جدا علشان يمهد لهذه العملية الدفعة القوية اللي لو لها كان صعب جدا ان الدولة يكون عندها القدرة على التعوين السيولة الكبيرة اللي دخلت الدولة مع اتفاقية رأس الحكمة وهذه الدفعة القوية عايزين نقول ان لو لا تدخل السيد الرئيس احيانا بيكون الامر محتاج ورقة جوكر استاذ يوسف ده الجوكر الجوكر اللي خلقه انه التدخل الرئاسي بشكل مباشر في عقد اتفاقات كبرى في بعض الاحوال ده اللي بيسهل هذه ده الدفعة القوية اللي خلت الحكومة تستطيع ان هي تسبق السوق اللي سبقها لفترة معينة سبق السوق وان الحكومة تسبق السوق ده المنطقة اللي احنا فيها النهاردة اللي جعلت الدولة تسبق السوق واصبحت مطالبة بان تستمر في ذلك السباق وان تسبق السوق وتنظمه ولا تسمح للسوق بان يسبقها مرات طيب علشان السوق ما يسبقش الدولة انا بقى ارجع لدكتور فرج عبدالله القرارات دي تأثيرها على الاستثمار ايه وبالتالي يمكن ان الدولة تبقى هي اللي اسبق بخطوات عن السوق فلا يحدث ما حدث في السبق من مضاربات على اسعار العملات الصعبة من ابرزها الدولار والله هو الموضوع يعني متعدد الابعاد ولكن خلينا نبسطه في ابسط صور من المؤكد طبعا انه عزوف الاستثمارات وخصوصا بعض الكابتال ايم فلو اللي بيدخل لاي دولة مش بس عندنا هو اضطراب الاسواق وخصوصا فيما يتعلق بالصرف الاجنابي ويمكن ده الاشرق ليه اكتر من تقرير دولي انه بيقول هناك استثمارات على قيد الدخول شرط ان يحصل تصحيح في منظومة الصرف وسوء الصرف بشكل عام وبالتالي متوقع بعد السياسة التصحيحية لسعر الصرف انه يكون فيه استدامة ليعملية تضفق النقد الاجنابي للداخل بشقية سواء كان الاستثمار الاجنابي المباشر او حتى الغير مباشر ويمكن ده لو تابعنا اسعار السندات والاوراق المالية الحكومية اللي بتتدول فيه الاسواق الدولية اللي هي ان هي صعد العائد عليها مؤخرا بشكل جيد من بعد راس الحكم يعني بدأ بقى فيه سوء رائج لها بشكل جيد وبدأ ان هي تعوض مرة تانية العزوف اللي كان من قبل المستثمرين ده يدينا مؤشر لإيه ويدينا رسالة لإيه يدينا رسالة انه فيه امكانية واضحة جدا لدى الاسواق الدولية والمستثمرين الدوليين انه هما يعيدوا مرة تانية ضخ سيولة دولارية في السوق ده بقى اللي نقدر نبنى عليه ونقول ان البنك هيقدر البنك المركزي والسلطات النقدية في الدولة قادرة على انها تستداء انها تكون عندها نوع من الاستدامة في تسويت او توفير الدولار لكافة المعاملات اللي موجودة عشان كده كان قبل التعويم او خلينا نقول قبل السياسات التصحية كان هناك توجه من قبل المركزي بمخاطبة البنوك في تقدير الطلب المتوقع اللي موجود وهنا بقى في الطلب المتوقع بقى فيها كلام كتير الطلب المتوقع ده هل هو جاي من المستوردين واي من المستوردين ولا هو جاي من مضاربين ولا هو جاي من قطاع كبير أو هما الفاعلين الكبئي الكتر الموجودين في السوق عشان كده هنا الأمر مرتبك إلى حد كبير لو جينا بصينا للسوق النهاردة في الصبح هنلاقي فيه ناس زعلانة جدا وفيه ناس طبعا مبسوطة عشان السوق هيبدأ أنه ياخد مسار تصحيحي والأسعار المفروض أنه تستجيب للانخفاض خلال ربع السنة المالي الحالي اللي هو من مارس حتى نهاية 6 ويبدأ يستجيب مرة تانية لمعاودة النشاط لأنه التدخم مهما وصل أو وصل لنقطة معينة برضو هيبقى ليه أثار سلبية مش بس على المواطن وعلى الناس العادية لأ كمان هينعكس على التجار وعلى النشاط الاقتصاد هيؤدي إلى ركود تدخمي أو كساد ويمكن دكتور وليد وضح إلى أنه بعض الفئات من التجار بيصعب عليه تقدير السلعة بتاعته بكام عشان كده حررك أشارت إلى أنه بيعظم ما كسبه قدر الإمكان في الوقت الحالي عشان هو مش عارف إيه بكر هنا بقى بتيجي دور السياسات النقدية أو السياسات الاقتصادية عموما في السيطرة على التوقعات يعني جزء من نجاح السياسات الاقتصادية سواء مالية أو نقدية هو في السيطرة على توقعات الأسواق والمدعملين من دائرة اللا يقين اللا يقين وبالتالي بيدي فرصة إلى أن السوق يستعيد نشاطه مرة تانية ولكن على أرض أكثر استقرار وهو ده اللي احنا متوقعينه خلال الفترة اللي جاي السوق بالفعل متوقع جدا أنه هو يكتز بحجم من رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية بلا شك وده مش كلامي بس ده كلام كافة المؤسسات وده يمكن اللي أشار إليه برضو مندوب السندوق النقد وقال إنه هناك رفع كمان في الحجم اللي ممكن يضخ في الحزمة التمولية من 3 إلى 8 وده رقم طبعا تقريبا مرتين ضعفين ونص يعني مرتين ونص وبالتالي متوقع جدا أنه يكون فيه استدامة في عملية توفير الدولار بشكل جيد يدفع بمزيد من انخفاض الدولار في السوق الرسمية وخصوصا أنه تم تأدير الطلب الفعلي مش بس الطلب المبالغ فيه واللي إحنا شفناه خلال الفترة اللي فاتت ويمكن كنا في حلقة مع حضرتك وقلنا يا جماعة دي كلها بابلز وهتيجي في وقت معين واللي هيحصل على دولارات بالشكل ده هيجي وقت معين وهتفرقع وحضرتك يعني قلت تفرقع في وجه وده اللي حصل بالفعل إنه فيه ناس كتير من اللي ضربوا على سعر الدولار النهاردة كانوا هم فيه رزحت ضربت وجبت الدولار من أبو سبعين وتسعة وستين وخمسة وستين ودلوقتي هو عاوز يروح يرجعه للبنك زي ما كنا بنقول زمان والترياء علينا ومستعد يرجعه بأي ساعة ما هو ما عندوش دلوقتي هو دلوقتي أو القطيع اللي موجود وبيضرب بالشكل ده هو هنا مش قادر يحدد هل هيصل للسبعين مرة تانية وفيه ناس طبعا بتنفق في النار دلوقتي وبتقول إنه هيصل لثمانين وفيه ناس تانية بتقول إنه لأ هو أقلم كده فالرسالة الواضحة للمفروض أو المتخصصين نقدر نوجهها نقول يا جماعة إن السوق في اتجاهه للاستقرار وإن السعر حتى الرسم حتى اليوم هو مبلغ فيه يعني أنا في قناعة الشخصية وفيه حساباتي السعر ده حتى الآن هو مازال مدفوع بمزيد من الطلبات المتركمة يعني فيه طلبات كتير موجودة ده خليل يا أبن بطلع فصل هسأل سؤال صغير إذن تبقى لتأديرك أكاديميا يوصل لكامل أنا في تأديري يعني بنتكلم في سقف اللاربين يعني مش هيتجاوز اللاربين يعني لو جينا حسبناه النهاردة بفروق التضخم اللي موجودة النهاردة لو حسبناه بفروق التضخم قال لي أنه هو في حدود 42-43 بس في وقت الحالي عشان كده متوقع جدا أنه هو يبدأ ينزل لو حضرتك احنا متكلم عليها رأس الحكمة بس استثمارات الجزء المتبكخ خلال عمر المشروع بيقدر حتى الآن بسعر النهاردة نتكلم بـ 150 مليار صحيح فكل ما هيخش تضفق جديد ويتحول في السوق هو هنا بيرفع من الاحتياط النقد الأجنبي أنا أنا أتوقع زي الأيام دي إن شاء الله يا رب ونفتكر ده الكلام ده في برنامج حضرتك إنه الاحتياط لو كنا بنتكلم في حاجة وثلاثين فهو متوقع زي الأيام دي عشرين خمسة وعشرين يبقى حاجة وخمسين فالرقم ده بالنسبة ليه حجم الواردات وتغطيته للواردات هيتجاوز التمن شهور هيتجاوز التسع شهور فيبدأ يحصل نوع من الانتعاشة ولكن هي مبنية على أساس إنه هناك استبامة في توفير النقد الأجنبي طب أنا أزل حضراتكم هنروح فصل هرجع بعض الفصل وأنا بفكر مع حضراتكم بصوت عالي أنا مش عاوز أبقى بس معتمد على حاضر عمر هنطلع الفصل حالي مش عاوز أبقى معتمد بس على حجم التدفقات النقدية القادمة من تحويلات المصريين بالخارج مثلا لأ أنا لازم يبقى في عندي شكل مختلف من التدفقات النقدية من عملة الأجنبية اقتصاد سياسي أنا مش عاوز أبقى بس معتمد فقط على عائدات جيالي من قناة السويس لأن أنا في عندي مشاكل سياسية باب المندب ده على سبيل مثال أو بس السياحة علشان خاطر السياحة دي رافض اقتصادي عظيم ورائع ولكنه شديد الحساسية فراجيل زي ما بيتقال قبل الكسر في أي لحظة فلازم أخب بالي إذن لا ملجأ أمامي غير زي ما بيقول أي حد بتاع اقتصاد في العالم إنه صناعة زراعة زراعة صناعة تصنيع زراعي التصنيع بكافة أشكاله وألوانه هنعمل فاصل ونروح نكمل الكلام الجملة بتاعة الديليومين ده احنا عايشنا أيام والله الديليومين بس أنا هزبطك ها الله بتاع التجار السوداء دول عايزين الاعدام شنقن بلا رحمة التجر الجاشع يستحق الاعدام شنقن ودي توصية من عمر زكريا وعمر معروف أنه قتل مأجور لا يعرف الرحمة خليني أرحب بالضيوف الأعزاء داخل السوديو مرة تانية دكتور وليد جبالة ودكتور فرج عبدالله وهرجع مرة تانية هنا الدكتور ولي زي ما أنا كنت بقول أنا مش عاوز يبقى اعتمادي على فقط تحولات المصريين في الخارج أو حتى الهوت ماني اللي وارد جدا إنها تبدأ ترجع مرة تانية للاقتصاد المصري أو إن أنا بس يبقى في عندي فرحة شديدة بزيادة العائدات الدولارية من السياحة لأنها برضو قطاع اقتصادي هش جدا أو بالأدقة حساس جدا قناة السويس قطاع الاقتصادي حساس جدا نتيجة المتغيرات السياسية اللي بتحصل في المنطقة أعمل إيه؟ خلينا نقول الحمد لله إن إحنا عندنا الموارد اللي حضرتك بتتكلم عنها الأول فضل وعد لأن إحنا رغم تحدياتنا إن إحنا الاقتصاد الأكثر تنوعهم في المنطقة طبعا لما حضرتك النهاردة بتعد بتقول أنا عندي قناة السويس صح وعندي تحولات المصريين بالخارج صح وعندي سياحة وعندي سياحة وعندي غاز وعندي بيترو كيميكال صحيح وعندي كل ده الحمد لله يعني ده شيء دول بتحسدنا على إن إحنا اقتصاد يوم أنا اقتصاد أكثر متى قادر على امتصاص الصدمات مع تنوع هذه الإجراءات لما هنتقل إلى قضية الصناعة وديا بيكون عليها حديث كبير جدا يا أستاذ يوسف عايزين هو مين اللي يصنع أصلا أنت دلوقتي حضرتك العنوان براق جدا لازم ننتقل إلى الصناعة تيجي الدولة تنفذ مصنع كبير يكون قائد للتنمية في منطقة ما تلاقي الأصوات بتتكلم هي الدولة ليه بتصنع اده فرصة للكطاع الخاص أنه هو يصنع الدولة تقدم حوافظ للكطاع الخاص تلاقي الكطاع الخاص لو دخل وقاته كطاع خاص أجنبي من خارج هو أنت هتتخلم تده فرصة للأجالب علينا للأجالب أنه هم يصنعوا هو أنت مش عامل لي رأس مالي ومتوحش طب خلاص سبها الأليات السوق هو بقدم عرض أحصل منك صحة لنا هي دي الفكرة أنت في حضرتك في بلد الرجال الأعمال شريحة مستثمرين في الكطاع الصناعي دي شريحة قليلة جدا احنا نقدر نفندهم بسهولة أما أنه هم يكونوا متخصصين في مجال معاين بالوراثة رجال أعمال في الجلود في الأخشاب بيكونوا رجال أعمال بالوراثة أو رجال أعمال قبارلة دي يعني نقدر العدد محدود عدد المستثمر الصناعي ما بيتولدش مستثمر صناعي ده أنت بتاخده من مستثمر خدمات يتحول الصناعي أو مستثمر تجاري العينة دي محتاجين نشتغل عليها ومحتاجين نركز على تلك الشريحة لكن علشان الاقتصاد يتحرك مهم جدا في الفترة اللي جاية أن احنا نخلق دواير اقتصادية داخلية إزاي؟ أنا عم محتاج اقتصاد إذا كانت الحكومة بقرار وزارة المالية بعدما البدء في مشروعات جديدة هلاقي عندي أن قطاع التشهيد والبناء والمشروعات اللي بتقوم بها الدولة إذا ترجعت شوية هيبقى عندي تحدي بطال فمهم جدا أن احنا ننشط البناء من المواطنين المواطن هو اللي يبدأ يشتغل العمالة اللي كانت بتشتغل عند الدولة وفي مشروعات البنية التحتية تشتغل عند المواطنين وعند مستثمرين الكطاع العقاري وتصور أن تيسير الإجراءات في الكطاع العقاري ده شيء بطيس جدا هاخد أيضا كلمة أخرى من دكتور فرج عبدالله قبل ما الفقرة تخلص مننا عند الجملة بتاعت أجي أجيب زي ما كان يقول دكتور وليد أجيب استثمار من برا أجيب استثمار محالي يقولي وانا فين؟ وانا زعلتك؟ أنتوا جايبين الأجانب لي؟ الدولة تستثمر ما تسيبوني أستثمار أنت عايز مني إيه؟ أي والله أنا في تأديري أكثر يمكن أكثر تفاولا هو بيدفع هنا بمزيد من الحوافز ولكن خلالي نقول أن العدوة في الوقت الران هي عدوة إيجابية جدا حلو وبناء عليه لو جينا راجعنا ملف الإستثمار أو تأريد الإستثمار بتعلقنا بتاعت أكتوبر 23 هنلاقي أنه فيه أنماط جديدة من الإستثمار حول العالم تقدر أكثر من 200 مليار جايين من جنوب شرق آسيا في مناطق مختلفة بيعيدوا ترتيب أولويات الصناعة مرة تانية وللحظ الجيد والأمور اللي دعية للتفاول جدا أنه كان من مؤخرا خلال الأسبوع اللي فات كان فيه أكثر من 15 شركة صينية جايين هنا و جايين معهم كمان القانونيين بتاعته على أساس يوقع و يبدأوا إجراءات نقل بعض المصانع اللي عايز أقوله إيه أو الشاهد أنه هناك توجه إجباري من الإستثمار حول العالم لتنويع مناطق الإنتاج مرة تانية عشان ما يوععش في مغبة أمرين الأمر الأولاني أنه يكون فيه إرجاء بسبب تغيرات جيوسياسية صح والعالم كله بيشهادها الآن الأمر التاني أنه من المتوقع أنه خلال كل 40 سنة أو 20 سنة يحصل جائح فتتعطل وتتأثر بعض الشركات المالتناشنال بيشتغل في العالم كله إذن إحنا أمام اقتصاد بشكل قاطع مدفوع للتحول للصناعة والصناعة هنا مش بس معتمدة عن أننا صنع X أو Y أو Z لا ده حلقة كبيرة جداً أو سلسلة كبيرة من المكونات مش بس معتمدة مصمار وصمولة ووردة إن شاء الله يا رب لحد أمر صناعي كل المكونات دي كلها ويمكن أعتقد الحكومة خلال الفترة اللي فاتت حذرت تصدير بعض المكونات من الرمال السوداء إلى أخه صحيح و السلكة وما إلى زي كل ده لأنه هناك توجه قاطع بأنه هناك بالفعل الحكومة أو وزارة التجارة والصناعة أعلنت عن 154 سلة على ما أتذكر وبدأت بالفعل بتحفيز القطاع الخاص بشكل كبير إلى أنه يدخل فيه شركات مع القطاع الخاص الأجنبي ويبدأ فيه بناء قاعدة صناعية قوية الأمر طبعاً مش هيجي من يوم وليلة ولكن أحنا أملنا الكبير أنه يكون فيه مزيد من المساندة من القيادة السياسية لهذه المشروعات للدفع بأنها تساهم بشكل كبير لو إحنا عندنا 13% مكون صناعي أو أل لا إحنا بنستعدى فيكون عندنا 26% 30% 40% وكمان مش بس كده أنه يدخل فيه التصدير يبقى عندي نسبة كبيرة من التصدير الصادرات داعتي يكون جزء منها مكون صناعي على الأرض المصرية طبعاً ومكونات صناعية طبعاً دكتور فارج أنا بشكرك جداً 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 على وجودك معنا النهار ده وعلى التفاقل الدقة ودائماً متفاقل ودائماً في الأخير قصر رؤية تطلع على السليمة دكتور وليد أشكرك جداً 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 على تحليل شديد التركيز لمستقبل هذا الاقتصاد وخصوصاً لما قلت ده إحنا الاقتصاد الأكثر تنوعاً في المنطقة عندك حق 100% وبالتالي والأكثر متنوع القادر على زمحتك أشط على امتصاص الصدمات بشكرك جداً دكتور وليد جاب الله شكراً جداً لضيوفي الكرام أستأذنكم هنروح لفاصل ونرجع بعد الفاصل بفقرة رمضانية جداً والدراما الرمضانية وإنتاجات الشركة المتحدة الخدمات الإعلامية في رمضان عندنا حوار خاص مع الأستاذة أماني التونسي مؤلفة مسلسل وباقينا 2 بطولة شريف مونير ورانيا يوسف مع حفظ الألقاب استنونا أرجوكم اشتركوا في القناة